وفي محافظة الأقصر سلم جهاز مدينة طيبة الجديدة 6,912 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي بالمدينة كما تم تنفيذ سبعة مشروعات خدمية بالمشروع فضلا عن الانتهاء من تنفيذ 25 مشروعا لتوفير الخدمات المختلفة للسكان على قدم وساق تسير المشروعات القومية في ربوع الوطن ففي محافظة الأقصر سلم جهاز مدينة طيبة الجديدة 6,912 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة طيبة الجديدة مدينة طيبة زي ما حضراتكم شايفين بتتميز بأن التخطيط بتاعها في منطقة صناعية سكنية في سياحي في منطقة الجامعات والمشروع الإسكان الاجتماعي حظى بعدد وحدات كبيرة خالص يعني حضراتك احنا من بداية المدينة لغاية 2014 كان عدد الوحدات السكنية فقط في طيبة من بدء المدينة 2300 وحدة سكنية حاليا الإسكان الاجتماعي 6,912 لأن الإسكان الاجتماعي بتميز بمسطحات خضرة فيه خدمات وفيه بنية أساسية وفيه مرافق طبعا عندنا محطة مية 35 ألف ومحطة كهرباء والصرف والمواصلات وعندنا المخابز والمدارس والمستشفات والجامعات في المدينة فيها خمس جامعات كما تم تنفيذ سبعة مشروعات خدمية وإنهاء خمسة وعشرين مشروعا لتوفير الخدمات المختلفة للسكان وفيما يتعلق بالخدمات بمشروع الإسكان الاجتماعي جار تنفيذ مدرسة ووحدة صحية ومسجدين وكنيسة أرثوكسية ومخبزين طبعا هنا المدينة جميلة طبعا فيه خصوصية هنا للسكان المدينة الطيبة المسطحات الخضرة متوفرة طبعا عندنا هنا القدمات التعليمية عندنا مدارس دولية ومدارس خاصة وعندنا لغات تجريبة وعندنا مدرسة تعليم أساسي ومدرسة سنوية كما تم الانتهاء من تنفيذ ثلاث مدارس وخمس حضانات ووحدتين صحياتين وسبعة مراكز تجارية وملعبين وناد اجتماعي ونقطة إطفاء ونقطة شرطة وحديقتين هو إذن دور الدولة تقوم به على أكمل وجه إذ تواصل الأعمال الإنشائية في أنحاء الجمهورية بمشروعات الإسكان الاجتماعي بما تشمله من تيسيرات للمواطنين بهدف المساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير المسكن الملائم لجميع فئات المجتمع اشتركوا في القناة